شوف احنا في زماننا هذا أصبحنا نعيش في ظنك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ظنكة والآن أصبحت الناس كلها في حالة قلق واضطراب حتى الأمة أصبحت قادرة تتحمل أبنائها في البيت بكثرة القلق وهذا ليش للبعد عن الله سبحانه وتعالى فالآن كل الأنفس مغطربة تنتظر الهدى الهدى هدى للناس شهر رمضان فيه هدى للناس فكيف أنا أضع وأكثف وأجعل يومي وبرنامجي هذا أجعله يعني يدوج روحي الموجودة لكن نبحث على قلب كل الأم الآن خاصة الأمهات الآن يعانوا من القلق بشكل كبير اللي عندها ألم في الرقبة اللي عندها المعدة اللي عندها المصانخشين كل هذه اللي عندها يديها تجعف كل هذه أثار نتج عن القلق الزائد ليه لأنه ظنك أصبح موجود بشكل كبير للإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى الجانب الروحي لما يكون الخيط هذا مش موصول بالله سبحانه وتعالى فمستحيل الخيط الآخر اللي متواصل مع الناس حيستمر كيف يكون برنامجي في رمضان يبدأ برنامجي في رمضان بالقيام وما أحلى القيام القيام إننا شيئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلة يعني قلب الليل أشد وطأ على النفس من أي حاجة في الدنيا فإحنا محتاجين أن نصبروا لما نفقدوا محتاجين لما نصاب بمرض نكونوا من الصابرين نحتاجين أنه في الإبتلاءات نكونوا أقوية هذه القوة منين؟ هذه القوة نستغلها في رمضان من قلب الليل ترجمة نانسي قنقر